السكريات العديدة السكريات العديدة ويطلق عليها السكريات المعقدة فهي عبارة عن سلاسل طويلة ناتجة عن ترابط نوع واحد من وحدات سكر أحادي متكرر أو أكثر بواسطة رابطة غلايكوسيدية مع خروج جزيء ماء وتكون هذه السلاسل المكونة للسكريات العديدة بعضها مستقيم والبعض الآخر متفرع أما عن أنواعها فيمكن أن تنقسم بناء على تركيبها الكيميائي إلى قسمين رئيسين وهما السكريات العديدة المتجانسة والسكريات العديدة غير المتجانسة واحد السكريات العديدة المتجانسة هومو بولي ساكرايدز وهي سلاسل طويلة مكونة من نوع واحد من السكريات الأحادية ومن أمثلتها النشى النباتي والجليكوجين وهو النشى الحيواني والسيليولوز إثنان السكرية العديدة غير المتجانسة هيترو بولي ساكرايدز وهي سلاسل طويلة تحتوي على أكثر من نوع من وحدات السكر المتعدد مثل حامض الهيلورونيك والهيبارين وفيما يلي شرح لأهم هذه الأنواع أولاً النشى والذي تعتمد عليه النباتات في تخزين الفائض من الجولوكوز فهو عبارة عن خليط من السكريات والكربوهيدرات المعقدة مثل الجولوكوز والأميلتوز ثانياً الجليكوجين وهو مخزن السكر في الجسم حيث يتحلل إلى جولوكوز عند حاجة الجسم إليه وتوزع مخزون الجسم من الجليكوجين على عضوين أساسيين هما العضلات والكبد أما عن تركيبه الكيميائي فيماثل التركيبة الكيميائية للنشى مع زيادة التشعب ثالثاً السيليولوز والذي يدخل في تكوين الجدار الخلوي للنبات أما عن تركيبه الكيميائي فتكون من جزيئات بوليميرية تؤلف سلسلة غير متفرعة من تكاثف جزيئات سكر الجولوكوز التي ترتبط مع بعضها بروابط غليكوسيدية رابعاً حمض الهيلورونيك من السكريات العديدة غير المتجانسة والمستقيمة والذي يدخل في تكوين الأنسجة الضامة وتركيب السائل ما بين الخلوي للإنسان والحيوان أما عن تركيبه فتألف من سكريات ثنائية متكررة من حمض الجولورونيك المرتبطة برابطة غليكوسيدية من الأستيل جولوكوز أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر